إلى ملف الحرب في أوكرانيا حيث اقتربت النيران الروسية كثيرا من الرئيس الأوكراني بلودومير زيلنسكي فقد أكد المتحدث باسم البحرية الأوكرانية أن صاروخا روسيا قتل خمسة أشخاص في مدينة أودسا سقط على مسافة لا تتجاوز خمسة مائة متر من موكب زيلنسكي ورئيس الوزراء اليوناني خلال جولة لهما في المدينة وعلى الرغم من نفس موسكو أي خطط لاستهداف الرئيس الأوكراني إلا أن الحادث أثار مخاوف كييف على حياة زيلنسكي السماع عن الحرب شيء وتجربتها شيء آخر هكذا علق رئيس الوزراء اليوناني على هجوم وشيك أثناء زيارته أوكرانيا فخلال موكب جمعه مع الرئيس زيلنسكي الأربعاء أثناء توجههما لحضور حفل تأبين ضحايا مدينة أودسا أطلقت القوات الروسية صاروخا باليستيا من نوع إسكندر ليصل لمسافة لا تتجاوز الخمسمائة متر من مكان تواجد القائدان الوفد اليوناني شعر بالضربة الصاروخية وشاهد أعمدة الدخان من المكان المستهدف أما الرئيس الأوكراني فأكد سقوط عدد من القتلى قائلا أن الروس لا يأبهون بالمكان الذي يضربونه فهل هي محاولة اختيال أم حادث عرضي؟ المتحدثة باسم عمليات الجنوب التابع للجيش الأوكراني نفت أن يكون للحادث علاقة بزيارة زيلنسكي ورئيس وزراء اليونان لأودسا أما دوليا فوصفت رئيسة المفوضية الأوروبية الهجومة بالخسيس فيما أدانته واشنطن معتبرة أن كيف بحاجة ماسة الآن لتعزيز دفاعاتها الجوية في الوقت الذي أكد فيه خبراء أن الدفاعات الأوكرانية تفتقر للقدرة على إسقاط سواريخ باليستية مثل إسكندر الذي استهدفت فيه أودسا والتي كانت عرضة خلال الأسابيع الماضية لعدد من الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة عامل عروقي سكاي نيوز عربية كييف نتابع من موسكو مع الصحفي والباحث في جامعة الصداقة بين الشعوب ديمتري بريجع سيد ديمتري أهلا بك معنا في سكاي نيوز عربية هل سقوط هذا الصاروخ الروسي بالقرب من الرئيس الأوكراني فلودمير زيلنسكي في أودسا هل كان رسالة إلى الرئيس الأوكراني أم حادثا عرضيا تحية لكم لسادة المشاهدين أعتقد بأن بكل تأكيد الآن هناك رسائل متبادلة بين الطرفين لا أعتقد بأن هذا الحادث يمكن أن نخديث أنه رسالة لأوكرانيا ولكن بكل تأكيد أودسا يعتبر الكريملين منطقة نفوذ روسي وبين تصريحات الرئيس الروسي السابق ديمتري مدفادف عن أودسا بأن أودسا يعتبره جزء من النفوذ الروسي وجزء من روسيا فأعتقد بأن استهداف أودسا ليس بجديد كان هناك استهداف للمناء في أودسا في السابق في الاستهدافات الروسية للعمق الأوكراني كان أودسا أو العاصمة الأوكرانية كيف فأعتقد بأن بكل تأكيد يمكن أن الحديث بأنها نوع من محاولة لرسال رسالة أكثر للغرب أو للدول التي تدعم أوكرانيا بالسلاح وتساعد في المعلومات الاستخباراتية بأن نستطيع استهداف العمق الأوكراني وبأن لدينا القدرة باستهداف الرئيس الأوكراني فلاديمير زلينسكي أو المقربين له نعم طيب ماذا لو كان عن طريق الخطأ وجرت إصابة بالفعل الرئيس الأوكراني وضيفه؟ يعني حتى الآن ليس واضح ما هي استراتيجية هذا الاستهداف يعني حتى الآن لم يصدر أي بيان رسمي ولكن واضح أن هذا الاستهداف هو سلسلة الاستهدافات للعمق الأوكراني لأن المناه هو يعتبر مناه حيوي ومهم للقوات الأوكرانية ففي هذا التوقيت بكل تأكيد هذا التوقيت الحساس الذي هناك زيارة من رؤساء ممثلين دولات حاد الأوروبي لأوديس فهو طبعا توقيت حساس ولكن هناك إما احتمالا يكون هذا الاستهداف متعمد أما يكون هناك كما قلت نوع من الرسالة للدول الغربية بأن نستطيع أن نستهدف الرئيس الأوكراني بلاديمار زيلينسك والمقربين له إذا ما استمر التصعيد واستمر الدعم الغربي لأوكرانيا نعم الحقيقة قبل قليل كان هناك تعليق من وزارة الدفاع الروسية حول هذه الضربة في أوديسا وقالت إنها استهدفت أو شن الضربة الصاروخية علي تدقى على حظير الطائرات في منطقة الميناء الصناعي في أوديسا عندما كان الرئيس فلودو ميرزيلينسكي مع رئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتسو تاكيس في المدينة وقت حدوث هذه الضربة طيب على اعتبار أنها يعني رسالة بأن روسيا قادرة على ضرب أوديسا أو الوصول إلى أوديسا وليس استهداف الرئيس الأوكراني بشخصه كيف برأيك تتلقف الدول الغربية وأوكرانيا وكييف هذه الرسالة بهذا الشكل عندما تسقط أو يسقط صاروخ قرب موكب زيلينسكي بـ 150 متر أعتقد يعني الدول الاتحاد الأوروبي من يدعم أوكرانيا ويدعم موقف السياسي للرئيس الأوكراني بلديميرزيلينسكي سوف يقول بأن يجب تقديم مزيد من الدعم هذا ما سوف نرى من مواقف الدول الاتحاد الأوروبي وحتى الولايات المتحدة الأمريكية تجاه الملف الأوكراني وتجاه هذا الاستداف الأخير أعتقد هذه السياسة هي موجودة لدى دول الاتحاد الأوروبي ولكن تصريحات حتى بعض دول الاتحاد الأوروبي وقادة دول الاتحاد الأوروبي تجاه هذا الاستداف فيبدو بأن بكل تأكيد هذا الاستداف هو لأن أوديسا تعتبر كما قلت وفق رؤيد الكريملين كمركز للنفوذ الروسي وما تحدث عن رئيس السابق للاتحاد الروسي دمتري أميد فيدف عن ذلك وبأن تكون هناك سياسة حتى تضم أعتقد في المستقبل القريب أوديسا للاتحاد الروسي لأن هناك مواطنين أو روس ناس مواطنين دو القومية الروسية في أوديسا فأعتقد هذا الاستداف يمكن أن تكون أيضا كرسالة لأوكراني ورسالة للرئيس الأوكراني بلاديمير زيلنسك لأن في السابق كان هناك أيضا استداف المستيارات المراكز الحيوي الحساسة الهامة للقوات الأوكرانية في العاصمة الأوكرانية كييف وفي أوديسا وفي خيرسون فأعتقد أن هذه السياسة ستستمر أنا أعتقد أن هذه الرسالة الآن في ظل جمود الصراع وعدم تقدم أوكرانيا أكثر ورفضها الدخول في مفاوضات ربما أو رفض الغربيين بالتحديد أن يكون هناك وقف للحرب بالسماح لروسيا بالاحتفاظ بالأراضي التي سيطرت عليها ألا يمكن أن تكون رسالة بأنه إذا لم يكن هناك تحرك في الصراع فإن المرحلة التالية ستكون الوصول إلى كييف والوصول إلى الرئيس زيلنسكي نفسه يعني دبيتري من دبيتري بتحدث عن ذلك والكريم لن تحدث عن ذلك بأنه يمكن أن يكون هناك تكرار لعمليات الوصول العاصمة الأوكرانية كيف إذا ما استمر الدعم الغربي إذا ما استمرت سياسات الغربية تجاه أوكرانيا بعدم الضغط للتفاوض مع روسيا وقبول الشروط الروسية لأن الرئيس الأوكراني بلاديمير زيلنسكي استعد لهجوم مضاد جديد الهجوم المضاد السابق لم ينجح ولم يعطى أي نتيجة للقوات الأوكرانية بسيطرة على مناطق استراتيجية أهمة في داخل العمق الأوكراني فأعتقد بأنه بكل تأكيد يمكن أن نرى تصعيدا ببعض الانتخابات الرئيسية في الداخل الروسي والمقرر من 15-17 من مارس لأنه إذا لم يتغير موقف رئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي تجاه التفاوض مع روسيا فإن روسيا مستمرة في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا ورئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يغير موقفها هذا ما نراه في خطابات للرئيس الروسي فلاديمير بوتين وحتى للرئيس السابق دميتري مدفيد تجاه الملف الأوكراني بأن ماضية روسيا في سياساتها تجاه أوكرانيا حتى يتم تغيير الموقف الأوكراني ووقف الدعم الغربي للقوات الأوكرانية لأن روسيا دائما كانت متفتحة للحوار مع دول الاتحاد الأوروبي ومع الدول الغربية ولكن الغرب هو الذي ورّت نفسه فيه هذا المستنقع المتعلق بالملف الأوكراني ودعم القوات الأوكرانية والذي سوف يسبب مشاكل لدول الاتحاد الأوروبي في المجال الاقتصادي وحتى في مجال التعاون مع روسيا الآن روسيا بكل تأكيد ماضية في سياساتها في الملف الأوكراني وواضح أن التصحيد الحالي وصيد الموقف يعني لا يوجد هناك أي حتى محاولات للعوضة للتفاوض مع الطرف الأوكراني لأن هناك واضح أن رئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسك لن يقبل فكرة اعتراف بهذه المناطق المقاطعات الأربع وشبه جزيرة القرم كجزء من الاتحاد الروسي ديمتري بريجع الصحفي والباحث في جامعة الصداقة بين الشعوب شكرا جزيلا لك على انضمامك إلينا من موسكو في غرفة الأخبار هذا المساء